من وقت إلى آخر تعمل بعض المؤسسات الأهلية على مساعدة المواطنين في تخطي بعض العقبات من خلال مد يد العون لهم خصوصا في الجانب الصحي الذي بات يشكل عبءا كبيرا على كاهلهم هنا في مديريات وادي حضرموت فمؤسسة العون للتنمية التي تعمل جاهدة على مساعدة المواطنين في التخفيف من المعاناة عبر تنفيذها لمشروع العيادة الطبية المتنقلة التي تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية لبعض المرضى الذين لا يستطيعون الحصول عليها بسبب تباعد المستشفيات والمراكز الصحية عن أماكن إقامتهم بالإضافة إلى سبب مشقة السفر والتنقل بين المديريات ومركز المحافظة نحن الآن موجودين في منطقة بعلال مع وجود العربة المتنقلة لماسط العون لتقوم بخدمة الإنسانية ليميع المواطنين وذلك لبعاناتهم من توفير دكاترة ومختبرات لفحص مياع لبرضة ولهذا نشكرهم يزيل الشكر تقدم هذه العيادة خدمات طبية مناسبة للمواطنين من خلال المعاينة والتي تشمل الأمراض المزمنة السكري والضغط وخدمة صحة الأسرة وخدمات تخصصية أخرى كالأنف والأذن والحنجرة العيادة الطبية المتنقلة تقدم خدمات طبية جليلة من خلال تقديم المعالجة المجانية أيضا الفحص الطبي المجاني وأيضا تقديم المشورة الطبية والتثقيف التوعي الصحي يدرك المواطنون أن هذا العمل ساهم في حل جزء من مشاكل المرضى من ذوي الدخل المحدود وصعوبة انتقالهم إلى مواقع الخدمات الاختصاصية كما أنه يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي في المناطق المستهدفة عن طريق تقديم التثقيف الصحي حدد مساعد قناة بلقيس حظر موت